اليوم سأقوم بمجموعة الحمام المغربي الموجودة قدامكم اسمها ENERGY المجموعة دي موجودة في كل سوبر ماركت الكبيرة وموجودة في كارفور سعرها تقريبا ممكن نوصل دروقتي 80 جنيه ومعرفش زاد ولا لأ أنا كنت كايبها السنة اللي فيها تقريبا من فترة طويلة قوي الحمد لله صراحية كتت كويسة وكنت راسية لها عندي بعدين طلعتها عشان نستخدمها طبعا ما صورتلكوا قبل ما خلصها تماما عشان او اضحلكوا المكونات اللي موجودة فيها فأعمل الفيو خفيفة عنها كده اول حاجة مجموعة مكونة من سابون المغربي ده اول مكون فيها بصراحة هو ما عجبنيش لازم تخلطيه مع حاجة تانية اولا الناشف قوي ما ينفعش تفريديه الواحده على الجسم لازم تخلطيه بحاجة تانية بلمون بقى باي حاجة تكون سايلة بحيث انه يبقى سايل بصراحة ما عجبنيش ما حاستش انه هو زي الانواع الاصرية فما حبتهوش تاني حاجة في المجموعة هي الطامي المغربي الطامي المغربي زي ما انتو شايفين كده لونه اولا الطامي المغربي مفيد جدا لانه بينطي الشرمن السموم يعني انا برضو محبتهوش حاسيت انه هو عادي او قل من العادي حاسة انه فيه كاميكالز يعني رحته كده مش طبيعية اعتقد الانواع العادية هتكون احسن يعني حايفة نوع اللي هو طامي المغربي اللي بيكون اذا متم Jayme جامد كده او ناشف وانتي بيتكسريه بيكون طبيعي اكتر ينال يعني مش محددت له اي اضافات فما حبتهوش فيه كمان في العلبة اين قلبيتين حجمهم 80 ملي واحدة فيها شاور جيل عشان تخسلي بي جسمك والتاني فيه لوشن بتدني بي جسمك بعد الحمام المغربي انا شايفة برضو ان هم ملغومش اي لازمة مش عمليين خالص وحاجات عادية جدا وطبعا فيه الليفة المغربي الليفة المغربي انا ما صورتهاش لأسف هي موجودة في الشاور عندي في الحمام عندي ومعرفتش اصورها يعني مش هتبع لانها لونها اسود وبرو حاسيها عادية جدا بشكل عام المجموعة ما عكبتنيش خالص ما اظن شان انا هجيبها تاني منصحش اي حد بيها لان فيها حاجات كتير ملهاش لازمة انتشتري المكونات الاساسية زي الصابون المغربي زي الليفة المغربية الاصلية احسن كتير من بقية الحاجات التانية ده كان روفيو خفيف كده يا رب يكون عجبكم ولو عايزين طريقة الحمام المغربي بالتفصيل اكتبوا لي تحت ان انتو عايزين طريقة الحمام المغربي وعملوا لايك للفيديو عشان اعرف ان انتو عايزين الفيديو ده وعملوا لكم ان شاء الله لان فوائد الحمام المغربي كتير جدا منها تفتيح البشرة وازالة الجلد الميت ونقاء البشرة والقضاء على البقع وحل مشكل كتير جدا في بشرة الجسم وشفهكًا لاتراجد وربوكات ترجمة نانسي قنقر